السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية تربوه جميع السيدات والسادات تحية تربوه جميع متتبعي قناة مطرشيد في هذا المحور سنتعرف على علوم التربية ولماذا سميت بعلوم التربية إذن سميت علوم التربية بذلك لأنها تدرس وتبحث عن كيفية تربية الأطفال تربية الأفراد تربية الأجيال إذن المختلفة وتقديم العلوم والمفاهيم والمعارف والقيم لهم بشكل فعال ومؤثر أي تقديم المعارف والمفاهيم للأفراد والأجيال وتعرف كيفية تربية الأفراد وتهتم هذه العلوم بدراسة الأساليب والمناهج التربوية المختلفة وكيفية تطويرها وتحسينها بالإضافة إلى دراسة العوامل التي تؤثر على عملية التعليم والتعلم مثل البيئة المحيطة بالطالب أو البيئة المحيطة بالطفل والعلاقات الاجتماعية والتقافية والنفسية وما هو الهدف منها؟ تهدف علوم التربية إلى إعداد العناصر البشرية المؤهلة والمتميزة في المجتمع والتي تستطيع تحذيذ أفاق التقدم والتطور في جميع المجالات إذن فعلم التربية تهتم بإعداد العنصر البشرية إعداد كل طالب إعداد كل شاب مؤهل في المجتمع لكي يستطيع تحذيذ الأفاق أفاق التقدم والتطور في جميع المجالات إذن لماذا سميت بعلوم التربية ولم تسمى بعلم التربية؟ هنا اقترنا مصطلح علوم في صفة الجمع عوض علم لأن علوم التربية تعكس تحديد أو تعددية النهج والمناهج ونحن نقول علوم يعني هناك مناهج كثيرة المتبعة في التربية حيث تعتبر علوم التربية مجموعة من العلوم والمناهج المتنوعة التي تهتم بدراسة وتحليل العملية التربوية من منظور متعدد الجوانب فعلى سبيل المثال تتضمن علوم تربية علم النفس الطربوي وعلم الاجتماع الطربوي وعلم الإدارة الطربية وغيرها من المجالات سنتعرف عليها هنا هنا مجالات علوم تربية هي كثيرة علم النفس الطربوي التدريس وتعليم اللغات تكنولوجية التعليم والتعلم التاريخ والفلسفة الطربوية التربية الاجتماعية والتقافية علوم نمو وتطور علم الاجتماعي التربوي الإدارة التربوية التربية البيئية التربية الصحية الإرشاد التربوي كل هذه المجالات نجتمل عليها علوم التربية من خلال تسمية علوم التربية هنا هنا أن هذه العلم سنبدأ في توضيح لمختلف المجالات ننطلق بالبيداغوجية وأنواعها فمصطلح البيداغوجية هو متداول جدا في وساط المعنيين بالبيداغوجية وأنواعها فالبيداغوجية يعني مصطلح يوناني أو عبارة يونانية للأصل وتتكون من كلمتين هناك بيدا التي تعني الطفل وأغوجي التي تعني القيادة والتوجيه والتأثير إذن حينما نسمع بلغة الفرنسية بيداغوجي فبيداغوجي يعني تنقسم إلى جزئين بالعربية كنقوله البيداغوجية البيداغوجية إذن كما يمكن تعريف البيداغوجية هناك نظريا وتطبيقيا دائما الاعتماد للبيداغوجية نعتمدها داخل القسم يعني مع المتعلم في تمرير المادة يعني تمرير مجموعة من المفاهم للمتعلم إذن نظريا بأن مجموعة من المقاربات والمرجعيات النظرية التي سندوا إليها الأستاذ أثناء ممارسته مهنته لتبسيط المادة المدرسة وبالتالي تأثير عملية التعلم إذن هنا المجموعة من الممارسات التي يقوم بها الأستاذ داخل الفصل نظريا وتطبيقيا هي الطريقة التي يعتمدها الأستاذ داخل القسم لإيصال المعرفة للتلميذ وذلك من خلال ماذا؟ مجموعة من البيداغوجيات بيداغوجية اللاعب بيداغوجية الخطأ بيداغوجية الوضعية المشكلة بيداغوجية المشروع بيداغوجية التعاقد بيداغوجية الإدماج وبيداغوجية الفارقية إذن هنا نكتفي بهذا القدر قلت بأن البيداغوجية تنقسم إلى قسمين بيداغوجية ويمكن تعرفها نظريا قلت بأن هي مجموعة من المقاربات والمرجعيات النظرية التي يعتمدها الأستاذ أثناء تمرير مجموعة من المفاهيم داخل القسم أو داخل الفصل وتطبيقيا هي الطريقة التي يعتمدها الأستاذ داخل القسم لإيصال المعرفة للتلميذ وذلك من خلال مجموعة من البيداغوجيات ينطلق منها الأستاذ أو التي يعتمدها الأستاذ داخل الفصل لتمرير مفهوم معين وحيث نجد هناك هنا بدون ترتيبها يمكن أن نبدأ نستعمل كل بيداغوجية حسب الوضعية حيث نجد هناك بيداغوجي اللعيب بيداغوجي الخطأ حيث ينطلق الأستاذ من الخطأ إذا كان هناك خطأ من التلميذ يعني كمنطلق لتصحيح المعرفة وبيداغوجية الوضع المشكلة اعتماد الأستاذ على وضع المشكلة لتقديم مفهوم معين ثم بيداغوجي المشروع هناك مختلف المشاريع مشروع الشخصي المتعلم مشروع القسم مشروع المؤسسة بيداغوجي التعاقد التعاقد بين الأستاذ والمتعلم دائما في أثناء إنجاز الأنشطة ثم بيداغوجي الإدماج أي إدماج مجموعة من المفاهيم التي تم تمريرها لحل وضعية مشكلة معينة ثم بيداغوجي الفارقية بمعنى اعتماد على أنشطة مختلفة تراعي مستوى كل متعلم حسب التعطرات الموجودة لدى المتعلمين إذا نختفي بهذا القدر إن شاء الله في المحور الموالي سنحاول التفصيل في كل هذه البيداغوجيات وتمنى التعاقد الجميع